قال الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث ثلاثة أسرى إسرائيليين في جباليا أضاف الجيش أن جثث المحتجزين الثلاثة انتشلت من داخل قطاع غزة في إطار عمليات مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك من جانب آخر أعلنت كتائب القسام الجلاح العسكري لحماس أنها احتجزت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي إساف حمامي خلال هجومها في السابع من أكتوبر ولوحد بأن الوقت ينفذ أمام إسرائيل لإنقاذه كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل حمامي في هجوم السابع من أكتوبر وحتى أقام جناز له في السابع من ديسمبر 2023 بحضور وزير الدفاع غالنت اشتركوا في القناة من ديسمبر 2023 من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي يوني بن مناحم أهلا بك إذن جنازة يمكن اعتبارها جنازة رسمية لقائد أحد الألوية في الجنوبية حضر حتى وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه ثم تضح أنه على قيد الحياة تفسيرك هو ليس على قيد الحياة حسب ما تقول مصادر أمنية عليا في إسرائيل تم دفن جثة الكولونيل حمامي وحماس جناحي العصري يحتاج جزء من هذه الجثة ولكن الجثة تكريبا كلها موجودة في القبر وتم تشخيص الجثة وتم دفنها بصورة رسمية لكن حماس تقول أن الوقت ينفذ هذا يعني بأنه ما زال على قيد الحياة إذا هو على قيد الحياة كما تضاعي حماس فخلينا نشوف صورة إله كما حماس يعني من فترة لفترة تنشر أشريطات فيديو للمحتجزين الإسرائيليين فإذا هي تضاعي بأنه على قيد الحياة فلتفضلوا ونرى صورة ماذا لو نشرت حماس فيديو؟ هل تقول حضرتك الآن أن إسرائيل تقول بأنها دفنت الجثة كاملة في إسرائيل؟ ليس كاملة وتملك جزء من هذه الجثة موجود في يد حماس والجزء الآخر؟ الجزء الآخر تم دفنه بصورة رسمية في جنازة في إسرائيل لكن تم تعرف أنه هو هذا الشخص بدليل أن وزير الدفاع حضر جنازته نعم بس إحنا كما تعرفي إحنا يتم تشخيص الجثة بواسطة الدييني وفي هناك سوبة الأفضل لمعرفة هوية الجثة هل هذا يعني أن إسرائيل متأكدة أن هذا الشخص قتل أم لا؟ نعم هي متأكدة أنه قتل إذا تضح أنت تقول أن هذا الشخص على قيد الحياة فلماذا لا تعرض فيديو له كما عرضت فيديوهات لأسرى آخرين؟ إذا حصل ذلك هل سيعمل ذلك على التشكيك في كل مرة تقول فيها إسرائيل أنها حصلت على ثلاثة جثة هنا وثلاثة جثة هناك كما حدث اليوم مثلا؟ لا ليس تشخيص جثة هنا يقوم بناء العلم يعني معلومات متأكدة يعني من الدييني وبصمات الأصابع لا أنا أسألك إذا عرضت حماس فيديو لهذا الشخص وهو على قيد الحياة لن يشكك ذلك في كل رواية تقول إسرائيل في كل مرة تقول فيها إسرائيل بأنها عثرت على جثث للأسرى نعم ستكون هناك علامات استفان بتأكيد ولكن إسرائيل تقول أن هذا الخبر هو جوز من الحرب النفسية لحماس من أجل الضغطة لإسرائيل ولكن لماذا ستقول حماس أن هذا الشخص بالتحديد على قيد الحياة وهو ليس على قيد الحياة وهي بالفعل تملك لديها أسرى مدنيين وجنود وعسكريين يعني أنا هو كان كولونيل في الجيش الإسرائيلي ولديها جزء مهم من هذه الجثة وهي تريد استغلال ذلك بهدف الحرب النفسية ولكن هي ممكن تستخدم الحرب النفسية بمن لديها بالفعل هي تستعمل الترق المختلفة كل مرة في هناك شيء جديد هذا هو جزء من الحرب النفسية طيب أعود معك لما أعلن اليوم من قبل إسرائيل بأنها عثرت على ثلاث جثث لأسرى إسرائيليين في جباليا هل تعمل إسرائيل على إيجاد هؤلاء جثث لأن محاولة إيجاده مع لقيد الحياة يكلفها الكثير قد يكلفها أن توقف الحرب وبالتالي كيف ستبرر إسرائيل استمرارها في هذه الحرب التي هي تقتل أسرها إسرائيل لا تقتل أسرها حسب تشريح الجثث كل الجثث التي عثرت عليها إسرائيل قتلتهم إسرائيل في الغارات لا غير صحيح الجيش الإسرائيلي يقول بصورة رسمية أنه بناء على تشريح الجثث والمعلومات العلمية تم قتل أولاء ثلاثة الإسرائيليين في أسابع من أكتوبر على يد حماس ومن ثم اختطفوا الجثث للقطاع هذا ما يقول الجيش لكن في أكثر من مرة قالت إسرائيل بأنهم قتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع ساكتفي معك بهذا القدر لانتهاء الوقت المحلل السياسي يوني بن مناحم كنت معنا من القدس ترجمة نانسي قنقر